السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياتي لكم جماعة حياتي لكل الناس المشتركة معنا على قناة تدريب كلاب ومضيج الزمنون وتدريب كلاب البحيرة كابتن ابنون النهاردة جماعة معنا حاجة مهمة جدا وبتقابل الناس كتير باللي بتربي الكلاب ودي حالة الكلب ده طبعا جاي من عند صاحبه بيشتكي طبعا الكلب لو الكاميرا تقرب كده شايفين الكلب جسمه عامل ازاي طبعا العضم باين الكلب ضعيف جدا غير كده وكده لو بصنا في عينيه منلاقي نسبة عماص شايفين العماص طبعا ده مش معناه ان هو مرض في العينينا جماعة لا اا اول ما تلاقي في كلبك عماص وتلاقي كلبك ضعيف كده وعضم باين اعرف ان دي في مقربات في المعدة وفي تلوثات وفي ددان وفي حيات زي كده هنبدأ نعالجي الحيات دي ازاي ونبدأ ننضف المعدة ازاي ونبدأ نمشي واحدة واحدة بطريقة بسيطة وطريقة سهلة خالص ما فيهاش اي مشكلة ان مثلا ما نخشش في دائرة تانية ومويل وحيات مية وحد يكبر للموضوع والكلام ده كله الموضوع بسيط جدا لو ما تكبرش نفسك الموضوع انت انت هتعالج كلبك في قلبي البيت وانت قاعد وتخليه مية مية وباسم الله ما شاء الله عليك اول حاجة لما نلاقي كلب كده اول حاجة كلب خاسس طبعا هو ما فيش حساسية ولا فيه حاجة الكلب جيشعراته كويسة والشعر تمام تمام بس المشكلة في الكلب شايفين يا جماعة ده عضم يعني العضم باضح هو توبايق تمام لو الفلاش عالي خف الاضاءة شويه تمام طبعا العضم هو شايفين الكلب عامل ازاي جماعة وشوفوا ظاهره عامل ازاي طبعا ناس كتير بتشتكي من حاجة زي كده وفيه لاحظت ان فيه ناس كتير بتكتب تعليقات على اليوتيوب الكلب بتاعي خاسس خالص وعضمه باين وكلام من ده او كده وبياكل برضه معادي ما فيش مشكلة طبعا في الحالة دي بقى بالزات يا جماعة الكلب ده بياكل بطنية طبيعية جدا وما فيش اي مشكلة عنده في الاكل لا بياكل بياكل تمام بس مفيش باين عليه اكل خالص ولا ضعيف عن الاردني خالص الانجليزي او الامريكي ده اقوى من الاردني بيبقاوع الكلب. ياريت ما تستعملوش يعني. الايفوماك الاردني يعتبر الوسط ما بينهم ده انا بمفضله لاني جاب معي نتيجة كويس. اول حاجة هنعمله ان انا طبعا الكلب ده دخل في السنة يبقى عندينه صنطي ونص. هادي صنطي ونص. اي الفوماك اردني. وهندهوله تحت الجلد. ازاي? طبعا بالشكل ده كده يا جماعة الكلب بنجيب ايديك. في ناس ما تعرفش تدي تحت الجلد يا جماعة بس يا سيتي. هعلمك الطريقة سهلة خالص. اول حاجة هتخطي ايدك على ظهر الكلب كده يبقى صبعك ده الصبع ده اللي هو في اليد الشمال ده بيبقى في نص العظمتين اللي هم بتوقع الكلب. وتفرد ايدك خالص تخلي ايدك مفروضة خمسة كده. تمام? وتحط صبعك في ظهر الكلب كده بالشكل ده. تعدل الكلب الاول تتبرسه معدولة. تمام? وتحط صبعك في النص كده. وتفرد ايدك على ظهر الكلب كده. تمام? وتبدأ ان انت تجي لامم الجلد كله وطلع بيل فوق. وتحت الصبعك اللي انت فردته بالزبط هتجي مدخل السرنجة كده وتدي الحقنة للكلب. اهي. شايفين يا جماعة? تحت صبعك بالزبط اللي انت فردته. اهو. خلاص كده يا جماعة الكلب خد الحقنة ونبدأ ان انا نحرك الحقنة شمال ويمين علشان ما توقفش في مكان معين وتعمله خريك في ظهر. شاطر 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 شاطر. اهدي يا جماعة بالنسبة للاجفومك. عبعة لو بصينا كده شايفين يا جماعة كده الايفومك بدأ يشتغل معا بيعمله 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 بيعمل له نظام اكلان تحت الجلد كده. ساعد متلاقى الايفومك يشتغل مع الكلب كده اعرف ان الكلب ده قلت يحتاج لاجفومك ده ضروري. اعرف ان الكلب ده بيعاني بيعاني من المشاكل في معدته. شش بس. خلاص بس بس. اعرف ان الكلب ده بيعاني من مشاكل في معدته اعرف ان الكلب ده بيعاني من ديدين جمدة خالص اول ما الكلب يصوت ويعمل كده اعرف ان ما خدش الايفوماك ده يبل كده وما حدش يستعمله معاه يعني نتيجتك كده بازن الله حتطلع مية في المية والكلب هيبدأ يأكل ويبدأ يبنع للاك ويبدأ يزبط في جسمي تمام بعد كده نخلص من الايفوماك هنديله انتنال انتنال ده بقى للمعدة تمام ده الكلب اللي في الحجم ده هياخد حبيتين انتنال يا جماعة عبارة عن كابسول بالشكل ده تمام بنده الكلب منه حبيتين في ناس تقول لك انا من اعرفش ان نديله في بقه هنعمل ايه هتجيب راس فرخة من الروس بتاعت الفرخة وهتفتح المنقار كده وتحط له حبيتين في المنقار وترميله الراس قدامه هياكل الراس بالحبيتين اللي فيها تمام مش عارف هنا في راس فرخة ولا ايه سانية واحدة قدت الكاميرا على الكاميرا ايه ده يا جماعة ايه ده يا جماعة راس الفرخة تمام اهي هنجيب حبيتين انتنال وهنفتح الانتنال كده كده احنا بنعمله عملية تطهير وتنضيف لمعدته وكل حاجة في الكلب هتبقى تمام التمام بازن الله ونبدأ نحط حبيتين الانتنال في راس الفرخة كده موضوع مش كبير يعني وما تصعبش الموقف على نفسك وحنخلعه الكمامة اهو ونحط له راس الفرخة قدامه اهو واضح يا جماعة طبعا هياكل الراس كل سنة وانتو طيبين طبعا كده الكلب كان راس الفرخة وادناله اي فوماك وهنبدأ ان احنا نمشي معه طبيعة خالص في الاكل ناكله عادي الاكل بتاعه الواجبات بتاعته اليومية بس الكلب ده مش هنديله واجبة واحدة في اليوم لأ هنديله واجبة بالليل لان الكلب بيأكل طب نديله واحدة لما انت قلت يا كابتل نديله واجبة واحدة في اليوم نديله واجبة واحدة لما الكلب يكون بيتقانف معايا بيأكل مرة ومرة لا بيأكل ونفسه مش مفتوحة بيأكل واجبة واحدة في اليوم وبنحاول نزبط له بعد كده الاكل. ده عشان الكل بيأكل وبيروح في الاكل جامد. معنى كده ان الكلب في بطنه فادي. ده انت لما بيروح في الاكل جامد. هنديله واجبه بالليل. وفي نص النهار اي حاجة بسيطة كده. نساعد معه ان الكلب يرد الحجمه تاني ويرد الجسمه تاني. وبكده هيرجع الكلب الحالته الطبيعية وحيبه مية مية بازن الله. تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركة معي. يارب تكون المعلومة دي فادي في ناس كتير عشان المشكلة دي عند الناس كتير اول ما تلاقي عماص في عين كلبك وعينه اساسا مش متعورة ولا متخربشة ولا فيها اي حاجة وتلاقي عماص اعرف ان المشكلة في المعدة علشان ده كده هو سبب العماص اللي طالع على عينه. الحاجة التانية اعرف ان كلبك محتاج ياخد علاج والعلاج ده في ايدك انت ما تخليش حد يتقبل لك الموضوع صنط الايفوماك ده بيعمله في حدود عشرة جنيه خمششار جنيه عشرين جنيه روح هاتي ايفوماك وعمسك زي ما انا قلت لك وتدي له تحت الجلد بسرنجة اللي هي بتاعت الانسلين عشان السن بتاعها ما يطولش اللح وطب اعملت الكلب مشكلة. يا رب تكون استفدتم من الحلقة دية تحياتي بيك وتحياتي لكل المشتركين معي وزي ما مستخصرش فيكم حاجة انتو كمال ما تستخصروش فينا اللايك وما تستخصروش فينا ان انتو تعملو شير للفيديو ده عشان كل الناس تستفيد وما تنساش تعمل اشتراك في القناتين وتفعل الجرس في القناتين تدريب كلاب هم ديجزة منوح وتدريب كلاب البحيرة كابتنا منوح لو احتاجت الروابط بتاعت القنوات بنحطها لك في الوصف تحت الفيديو رقم التليفون في الوصف تحت الفيديو اي حاجة حضرتك محتاجة في الوصف تحت الفيديو تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته